يواصل المهتمون بالتراث الإنساني والآثار من مختلف دول العالم زياراتهم إلى مركز الإمام الحسين عليه السلام لترميم وصيانة المخطوطات آخر الزوار للمركز كانت خبيرة المخطوطات في كلية العلوم التطبيقية بجامعة برلين روز كالا زيارتي هنا اليوم استكمالا لمحاضرة سابقة لقد ألقيتها البارحة عن تقنيات صناعة المخطوطات في العالم الإسلامي ولكي أطلع على ما يقوم هنا من أعمال فيما يخص صيانة وترميم المخطوطات الإسلامية الخبيرة الألمانية عبرت عن سعادتها بالأعمال الجارية للاحتفاظ بالمخطوطات لقد رأيت هنا شيء جميل جدا من العمل مع الأوراق القديمة وصيانة المخطوطات وهو عمل جيد وجميل إن الأعمال هنا وفق المعايير الدولية من جهته كشف مركز الإمام الحسين عليه السلام لترميم وصيانة المخطوطات عن تعاون مشترك مع جامعة برلين في المستقبل القريب سوف نعقد بعض الاتفاقات مع جامعة برلين لغرض التعاون المشترك بين مركزنا وبين الجامعة بخصوص المخطوطات وهذا بدورة طبعا سوف ينمي إمكانيات وقدرات كادر المركز في عمله ورقي في عمل صيانة المخطوطات ويتولى المركز مهمة صيانة وترميم المخطوطات العائدة إلى العتبة الحسينية المقدسة والتي تعود إلى قرون خلات صديق زراجاوي لقناة العتبة الحسينية المقدسة ترجمة نانسي قنقر